من تصر مرحبا ايش تقول للمشاهرين يا من تصر ادعو الأخواننا في فلسطين بالنصر والتبكين اللهم انصرهم يا رب ماذا تعني لك فلسطين حتى تدعي لهم في كل مقطع فلسطين لأرض ام فلسطين لإنسان قل لي عن فلسطين الأرض يا أرض الأنبياء عليهم السلام ومسر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها أولى القبلتين وثالث الحربين الشريفين ما ان شاء الله طيب وفلسطين الإنسان هم أخوة في الدين ولا والله لم يهنوا ولا يعجبنا إذا ضاعوا ولا يسعدنا إذا جاعوا ووالله إننا نغضب إي بالله إن على مصابهم الذي هو مصابنا نغضب الله أكبر طيب ام انتصر في بعض التعليقات يقولون لماذا تذكرون الحسن بن علي رضي الله عنه ضمن الخلفاء الراشدين وهو ليس منهم بتوضح لهم بوضح طيب وضح لهم وقل لي ماذا تعرف عن الخلافة الراشدة هي امتداد لدولة الإثلام التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا سميت بالخلافة الراشدة تصديغا لغول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من بعد خلافة الراشدة ثلاثون عاما وكم دامت؟ دامت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن هم الذين حكموا في الخلافة الراشدة؟ أم خير وخلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الأول أبو وكر الصديقة رضي الله عنه حكم عامين من الحادي عشر إلى الثالثة عشر هجرية الخليفة الثانية أمر بن الخطابة رضي الله عنه حكم عشرة أعوام من الثالثة عشر إلى الثالثة والعشرون هجرية الخليفة الثالث أثمان بن عفان رضي الله عنه حكم اثنى عشر عام من الثالثة والعشرون إلى الخامسة والثلاثون هجرية الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم خمسة أعوام من الخامسة والثلاثون إلى الأربعون هجرية الخليفة الخامس الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد حكم ستة أشهر وعند نهاية حكم الحسن رضي الله عنه كم مضى على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثون عاما وما هي الخلافة التي تتبع الخلافة الراشدة؟ خلافة الأموية ماذا تعرف عن الخلافة الأموية؟ هي أول الملك العاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الله أهل فتوحات وقد حملوا راية الإسلام بحقها يوم أن حملوها من الذي أسس الخلافة الأموية؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أذكر الخلفاء الأموية الخليفة الأول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخليفة الثاني يزيد بن معاوية الخليفة الثالث معاوية بن يزيد الخليفة الرابع مروان بن الحكم الخليفة الخامس عبد الملك بن مروان الخليفة السادس الوليد بن عبد الملك الخليفة السابع سليمان بن عبد الملك الخليفة الثامن الثامن أمر بن عبد العزيز الخليفة التاسح يزيد بن عبد الملك الخليفة العاشر عشام بن عبد الملك الخليفة الحادي عشر الوليد بن يزيد الخليفة الثانية أشر يزيد بن الوليد الخليفة الثالث أشر أبراهيم بن الوليد الخليفة الرابع أشر مروان بن محمد وغدام حكمهم تسعة وثمانون عاما محسنت إذن كم عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ثماني وعشرين غزوة حدث في بعضها قتال وبعضها لم يحدث وأخرى صلح أذكرها الغزو الأولى الأبوى الغزو الثاني بواب الغزو الثالث أبتر الأولى الغزو الرابع العشيرة الغزو الخامس أبتر الكبرى الغزو السادس بني سليم الغزو السابعة بني كينقاع الغزو الثامنة السويد الغزو التاسعة أدي أمر الغزو العاشر بحران الغزو الحادي عشر أحد الغزو الثاني عشر حمراء الأسد الغزو الثالث عشر بني النظير الغزو الرابع عشر نجل الغزو الخامس عشر بدر الوعد الغزو السادس عشر دهومة الجندة الغزو السابع عشر الخندق أو الأحزاب الغزو الثامن عشر بني قريبة الغزو الثاث عشر بني لحيان الغزو العشرون بني المصطلق الغزو الواحد والعشرون صلح الحديبية الغزو الثانية والعشرون ديقار الغزو الثالثة والعشرون خيبر الغزو الرابعة والعشرون ذات الرقاح الغزو الخامسة والعشرون فتحمك الغزو السادسة والعشرون حنين الغزو السابعة والعشرون الطائف الغزو الثامنة والعشرون تبوك طيب ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغدوة هي التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال بنفسه والسرية هي التي أمر بها ولم يخرج فيها أين حدثت باعة العقبة الأولى؟ في مكة المكرمة أذكرها بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في باعة العقبة الأولى عشر من الخزري واثنين من لأوت وغالوا له نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نصرق ولا نزني ولا نقضل أولادنا ولا نأتيه ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فرد عليهم صلى الله عليه وسلم وغال لهم إن وفيتم فلكم يجن وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحديه في الدنيا وهو كفارة الله من سترتم عليه إلى يوم القيامة وعمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحدى عشر زوجة أذكرهم الزوجة الأولى خديجة بنت ويلد رضي الله عنها تزوجها عام ثمانية وعشرين قبل الهجرة وتوفت عام ثلاثة قبل الهجرة الزوجة الثانية زودة بنت زمعه رضي الله عنها تزوجها عام ثلاثة قبل الهجرة وتوفت عام أربعة وخمسين هجرية الزوجة الثالثة عائشة بنت أبو بكر الصديقة رضي الله عنها تزوجها عام ثنين هجرية وتوفت عام ستة وخمسين هجرية الزوجة الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها تزوجها عام ثنين أو ثلاثة حجرية وتوفت عام خمسة وأربعين حجرية الزوجة الخامسة زينب بن تزيمة رضي الله عنها تزوجها عام ثلاثة أو أربعة حجرية وتوفت عام أربعة حجرية الزوجة السادسة أم سلمة واسمها أحن بنت أبي أميه رضي الله عنها تزوجها عام أربعة حجرية وتوفت عام ثمانية وخمسين حجرية الزوجة السابعة زينب بن تجحش رضي الله عنها تزوجها عام أربعة أو خمسة حجرية وتوفت عام عشرين حجرية الزوجة الثامنة ويريه بنت الحارس رضي الله عنها تزوجها عام خمسة أو ستة هجرية وتوفت عام خمسين هجرية الزوجة التاسعة أم حبيب واسمها رملح بنت أبي سفيان رضي الله عنها تزوجها عام سبعة هجرية وتوفت عام أربعة وأربعين هجرية الزوجة العاشر سفيه بنت حياة رضي الله عنها تزوجها عام سبعة هجرية وتوفت عام خمسين هجرية الزوجة الحارسية عشر بيمونه بنت الحارس رضي الله عنها تزوجها عام سبعة هجرية وتوفت عام واحد وخمسين هجرية عشاء الله كبارك الله طيب يا منصر اذكر لي الحديث الأول من الباب الثاني من كتاب الإيمان روى الإمام البخاري في صحيحة من كتاب الإيمان الباب الثاني حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عن طله بن أبي سفيان أن يكرمه بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أذكر الحديث الأول من الباب الثالث من كتاب الإيمان روى الإمام البخاري في صحيحة من كتاب الإيمان الباب الثالث حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبو عامر لعقدي قال حدثنا سليمان بن بلال أنا عبد الله بن دينار أنا أبي صالح أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضعاً وستون شعبه والحياة شعبه من الإيمان أحسنت أذكر الحديث الثاني من الباب الثاني عشر من كتاب العلم روى الإمام البخاري في صحيحة من كتاب العلم الباب الثاني عشر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثني أبو التياح أن أنص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تأسروا وبشروا ولا تنفروا طيب أذكر الحديث الثالث من الباب الأول من كتاب التوحيد روى الإمام البخاري في صحيحة من كتاب التوحيد الباب الأول حدثنا محمد بن بشار حدثنا قندر حدثنا شعبه عن أبي حصين والأشعف بن سليم سمع الأسود بن هلال المعاد بن جبر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاد أتدري ما حق الله على العباد قال الله رسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله رسوله أعلم قال أن لا يعذبهم محسنت طيب أذكر الحديث الأول من الباب الثالث من كتاب الوضو أول إمام البخاري في ضحف في صحيحة من كتاب الوضو الباب الثالث حدثنا يحيى بنا وبكير قال حدثنا الليث وحدثنا خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري قال رقيت مع أبي هريرح على ظهر المسجد فتوضى فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم قيامتي قرى المحجلين من أثار الوضو فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل أحسنت بارك الله فيك